أهلا بكم مشاهدين الكرام العدد جديد من معرض الصحافة والذي نستعد لكم من خلاله أهم العنوين المتداولة لصبيحة اليوم والبداية وكالعادة دائماً بالصحف الوطنية الصادرة لصبيحة اليوم والبداية ستكون مشاهدين بأنهار الجديد التي عنونت صدر صفحتها الأولى وكتبت التكيات للقطريين والفوز للمحاربين إذن مشاهدين طرح راعي الرسمي لدورة كأس العرب الفيفا عاشية أمس عدد إضافي من التذاكر من مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره القطري لحساب الدور نصف نهائي من البطولة وعلنت الاتحادية الجزارية لكلة القدم عن انطلاق عمليات بيع التذاكر وحسب الأخبار التي بحوزة النهار الجديدة فإن العدد الإضافي للتذاكر التي طرح للبيع لم يتجاوز 3000 تذكر عنوان آخر مشاهدين من يومية النهار الجديد أين كانت تحت إلغاء دروس الدعم الموجهة لتلاميذ بسبب كورونا أين قررت مشاهدين وزارة التربية الوطنية إلغاء دروس الدعم الموجهة لتلاميذ السنة الثانية على التوالي أين أكدت وزارة التربية بأن تقديم دروس الدعم للتلاميذ عن بعد يكون اختياريا حيث على الأساتذة تقديم دروس للتلاميذ في العطلة خاصة لتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية البيام والباك ووجهت مديرية التربية الموزعة عبر الترابة الوطنية التعليمة إلى المؤسسات التربوية ذكرتهم فيه بعدم القيام بدروس الدعم وهذا في إطار الاستراتيجية الخاصة بالحماية من انتشار وباء كوفيد 19 نواصل دائما مشاهدين جولتنا في الصحفة الوطنية الصادرة لصباحة اليوم والمحور اليومية الذي عنونا تحقيق اجتماعي للحصول على إعانة رمضان القادم دمنا مشاهدين سيخضع المواطنون الذين سيتقدمون بطلبات للاستفادة من إعانة قفة رمضان القادم لتحقيق اجتماعية قصد تأكد من أحقيتهم في هذه الأعانة وتم إعفاء المترشحين من تقديم ملف أمام مصالح البلديات بالستثناء استمار بالنسبة للمستفيدين خلال السنوات السابقة إضافة إلى بطاقة الهوية للمستفيدين الجدد إذا مشاهدين ننتقل إلى يومية أخرى ويومية الوسط التي كتبت ضرورة التكامل بين الصناعة المدنية والعسكرية إذا تفاصيل المقال أين كده أن دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خلال افتتاحه معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بصنوبر البحري سافيكس بالعاصمة دعا إلى ضرورة التكامل بين الصناعة المدنية والعسكرية لبلوغ نسبة الإذماج التي تصل إلى 60% مما يساهم في تحقيق المردودية الاقتصادية المنشودة وكده في ذات السياق أنه يجب الترويج للمعدات العسكرية المنتجة في الجزائر لعدم اللجوء إلى استيرادها وحاليا هي تتروح نسبتها ما بين 9 إلى 10% وعلى هذا الأساس فلابد بالاستعانة بقدرات الشباب الجزائرية المتخرج من الجامعات الجزائرية بواسطة وضع الثقة في قدراتهم لتقديم إضافة نوعية إلى أن مشاهدين أخبار الوطن عنونا في أحد مقالاته لنهار اليوم وكتب نحو استحدات 10 ألاف منصب شغل بميناء الوسط لشرشالة إذن كشف أمس مشاهدين عمار قرينة المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بولاية شرشالة أو بشرشالة بولاية بازا أن كل التحضيرات الخاصة بالمشروع تمت وتنتظر الضوء الأخضر من السلطات العليا في البلاد متوقعا استحدات 10 ألاف منصب شغل لدى انطلاق الميناء وصرح ذات المتحدث أن القيمة المالية الخاصة بهذا المشروع قد تم تخفيضها مقارنة بالسنة الماضية كانت في سنة 2018 بنسبة 9% بعدما كانت قد بلغت 1.5 مليار دولار المشاهدين المواقع الإلكترونية لنهار اليوم نستهلها من موقع أنهار أونلاين الذي عنونا عرقابية رأس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية المنتجة للنفط إذن مشاهدين يترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بصفته الرئيس الحالي للمنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط اليوم الثلاثة الدورة العادية الحادية والأربعين لمجلس وزراء المنظمة وفي بيان للوزارة فقد فسقت ستعقد هذه الدورة العادية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد وفي هذا السياق سبق هذه الدورة الاجتماع العادي العاشر للمجلس التنفيدي للمنظمة الذي عقد الأمس الثالث عشر ديسمبر عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد كما سيبحث المجلس ومجلس وزراء المنظمة خلال هذا الاجتماع المهم إذا ينعقد في سياق تصميم المبادرات لتأثيرات كوفيد-19 وظهور المتحور أوميكرون على دراسة مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا في ضوء التحول الطاقوي وجائحة كوفيد-19 إذن مشاهدين نواصل دايما جولتنا في المواقع الإلكترونية ونجد في موقع البلاد دوتنات إجراءات جديدة من أجل الإسراع في منحي ترخيص حفر الأبارة إذن مشاهدين أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي كاريم حسيني بوضع شباك موحد مكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما سيسمح بالإسراع في معالجة هذه الطلبات ومنح الترخيص وجاء في المذكرة التي وجهت للولاد أنه في إطار تطبيق الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي بادرت بها الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادية اتخذ قطاع الموارد المائية والأمن المائي بعض تطبيق من أجل مرافقة الاستثمارات الصناعية وأيضا الفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح الترخيص لاستخدام الموارد المائية السطحية وأيضا الجوفية مشاهدين الشعب أونلاين عنوانا مجددا عداد كورونا ينذر الجزائريين مشاهدين تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عتبت المائتي حالة بعد تراجع طفيف يوم الأحد إذن أين أعلنت وزارة الصحة يوم الاثنين تسجيل مائتان وعشر إصابة جديدة بالفيروس التوجي في حين توفي ستة مرضى بسببه وأشارت الوزارة في بيان لها إلى شفاء مائة وتسعين وسبعين مريدا من الوباء بالمقابل لا يزال ست وعشرين شخصا في العناية المركزة هذا ودعت مصالح الوزير بن بوزيد المواطنين إلى ضرورة اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وأيضا ارتداء الإلزم للقناعة إذن مشاهدين نصل إلى المنصات العالمية ومنصة سكاينيوز عربية التي عنونت الانتخابات الليبية تأجيل جديد يزيد الغموضة إذن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الاثنين تجيل الأعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل في وقت يزداد الغموض بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين ديسمبر الجاري وقالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في بيان نشرته على حسابها الموثق بموقع تويتر نتجيل جاء نتيجة عدد طلبات الترشح التي فاقت التوقع وأوضحت أنها تلقت 5385 طلب ترشح موزعة على 75 ذائرة انتخابية إذن مشاهدين نختم من روسيا اليوم التي عنونت بريطانيا تعلن وفاة أول مريضة بالمتحور أوميكو في العالم إذن قال رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون أن سلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد أوميكو إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق من اليوم أن المتحور أوميكو بات يمثل حوالي 40% من الإصابات بكورونا في العاصمة لندن هذا وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى المستوى الرابع بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين للحد من انتشار السريع للمتحور أوميكو إذن مشاهدين كانت هذه أهم جاء في صحف الوطنية المنصات العانبية ودعنا المواقع الإلكترونية لنحار اليوم شكرا على كرام الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر